السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم خالد بوزان في فيديو جديد وزير الداخلية الألمانية هوس زيهوفا وضع اللمسات الأخيرة على قانون العودة المنظمة يسموه هذا القانون سيتم تقديمه للحكومة الألمانية لاتخاذ قرار بشأنه يوم الأربعاء القادم خلينا نتعرف على جوهر هالقانون وشو المقصود فيه بشكل أساسي الهدف من هذا القانون هو تسهيل عملية تسفير الناس يلي عليهم تسفير بتعرفوا في ألمانيا في عدد كبير من الناس يعيشون يعني ومعهم حالة الدلدن يعني تم رفض طلبات لجوءهم المفروض انه يتسفروا في كتير من الناس معهم حالة الدلدن وفي ناس عليهم يعني حتى أوسغيز بفليشتش بيكونوا هن يعني مجبرين على التسفير عادة الحكومة الألمانية مكتب الأجانب يبعت رسالة وبيقلك انه انت مطلوب منك تغادر الأراضي الألمانية مثلا خلال مدة 28 يوم هنين بيعطوك هاي الفرصة معظم الناس ما بتلتزم بها العملية أو بتختفي أو بجوز يعني بتنتقل لبلد تاني هدول الناس عبتم لآن محاولة تسفيرهم بشكل منظم لأنه لما الشرطة بتروح لتسفرهم مثلا بعد انتهاء أو انقضاء مدة يعني القانون اللي يعطوهم ياها لا يتسفروا أحيان ما بلاقوهم في بيتهم وهالأشياء إذن الهدف من هالعملية هو التسفير هؤلاء الناس بشكل منظم في تفاصيل هالقانون أكتر هو أنه بتعرفوا في ألمانيا لما الشخص بيقدم لجوء بينرفض طلب لجوء بياخد حالة الدلدون ولكن حالات الدلدون هون يعني بيعتبروها هلأ مختلفة وسيتم يعني فرزة إلى تقريبا نوعين من الدلدون النوع الأول هو الشخص يلي ما معه جواز سفر لا يتم تسفيره يعني أو لأسباب إنسانية يعني مع وقف التسفير حاليا هدول الناس طبعا بيكونوا مقيمين في ألمانيا في حالة الدلدون أما في ناس هنا أو صغير في فلشته يعني يجب تسفيرهم في هالحالة الحكومة الألمانية ومكتب الأجانب يطلب من هالناس إحضار وسائق السفر يعني جواز السفر هدول عادة إما بيرفضوا يجيبوا جواز السفر أو بيقوموا عمدا بإطلافه أو بيكونوا مضيعينه في الطريق إذن الأسباب قد تختلف يعني ولكن الحكومة الألمانية تطلب منه إحضار وسائق السفر ليتم تسفيرهم هلأ الفكرة هي إنه هدول الناس سيتم معاقبتهم اللي ما بيتعاونه بمعنى إنه فيه شخص مثلا ممكن فعلا يروح لسفارة بلاده ويطلب منهم جواز السفر وما يعطوا يقولوا له أنت مثلا شخص ملاحق في بلدنا ونحن ما رح نعطيك جواز السفر إذن ويقدر يسبب هذا الشيء لمكتب الأجانب فهذا بدخل في مرحلة الدلدون اللي ما بيقدروا يسفروا يعني لا هو بيحاصر الحق اللي جوه في ألمانيا ولا سفارة بلده عب ترضى تعطيه جواز سفر اللي يسافر فيه ويرجع لبلده أو الحكومة الألمانية تسفروا فيه أما الناس اللي عمدا ما بتجيب جواز سفره ما بتتعاون مع السلطات فهذا القانون عب استهدف هدون الناس طيب شو المقترحات الموجودة هلأ في هذا القانون الناس اللي عمدا ما بتجيب جوازات سفره يعني عب يقولوا أنه سيتم يعني تعريضهم العقوبات الاقتصادية يعني اختصار الكثير من المساعدات اللي بيحصلوا عليها تصعيب العمل لهم يعني في كتير ناس يعني بتحصل على إذن عمل لما بيلاقي يعني 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 يأخذوا لما بيلاقي الشغل ممكن يوافولوا حتى أنه يشتغل أما هدول الناس سيتم تصعيب كل الأمور عليهم يعني لأنه ما بتعاونوا مع السلطات الألمانية وسيحرمون من كورسات اللغة وأي كورسات اندماج في ألمانيا وسيتم فقط تقديم يعني مكان للمعيشة فيه والطعام والرعاية الطبية فقط لا أكثر يعني لتضييق الخناق عليهم يعني طبعا لتسفيرهم وأيضا يتم التركيز أيضا على الناس الأجانب اللي عمليوا مشاكل في ألمانيا ديشتغافتي يعني الناس اللي ارتكبوا جرائم في ألمانيا هدول الناس لحتى يقدروا يسفرون حتى إذن تم أيضا ذكر يعني أنه وضعهم في الحجز الاحترازي بمعنى أنه الشخص اللي عليه تسفير عمل مشاكل مشان ما يقدر يهرب أو يختفي في ألمانيا بيتم وضعه في حجز التسفير يعني في السجون يعني الاشتغافتي طبعا حصرا الناس اللي تم الحكم عليهم يعني وعملوا مشاكل في ألمانيا ودخلوا سجون هدول الناس لحتى يقدروا يضمنوا أنه رح يسفرون رح يتم يعني حجزهم يعني في السجون يعني بأعداد بسيطة يعني يعني حتى العداد الموجودة يعني من السجون يعني كتير أليل يعني الناس الخطيرين حتى يتمكنوا من أنه يقدروا يسفرون ما يقدروا يخطفوا أو يهربوا لما يجي مواعد تسفير وفي نقطة كتير المسكرية أو خدمة الجيش في بلده هذا لا يعتبر عائقا لتسفيره إذن هذه النقطة كتير مهمة لازم ننتبه لها يعني أنه الشخص اللي بيدعي أنه ما بيقدر يروح لبلده لأنه ما خدم خدمة الجيش أو خدمة العلم في بلده أنه هذا ليس سببا لحتى ما يتم تسفيره هذه النقطة كتير كمان لازم ننتبه لها طبعا مشروع القانون هو هلأ هيك شكله يتم توزيع نسخ له على المقاطعات هلأ التصويت عليهم الأربعة من قبل الحكومة الألمانية طبعا من المتوقع أيضا أنه يتعرض هذا القانون لنقد شديد وخاصة من شريك الحزب الحاكم يعني من حزب الاس بي دي يعني يعني ما بيوافق على كتير من النقاط الموجودة يعني في هلقانون يعني وهل هو شيء يتوافق مع الدستور الألماني مع المعاملة الإنسانية مع ألمانيا كدولة ديمقراطية إذن في كتير من النقاط يعني والتفاصيل سيتم العمل عليها يعني ولكن مشروع القانون اللي جهز هلأ وزير الداخلية تقريبا هذا شكله خطوطه العريضة وخاصة أنه يتم الحديث الآن وانتوا في الأيام الماضي يعني حدث صدام في شمال اليونان يعني الناس اللي وقافين على الحدود عبور إلى أوروبا الشمالية أو الغربية هذول الناس طبعا صدموا مع الشرطة اليونانية في محاولة عبورهم يعني للحدود طبعا السياسيين الألمان اللي أنا عبيتحدث عبيقولوا أنه ما بدنا عام 2015 يتكرر وبالتالي شو القوانين متشددة ولن تقبل خاصة الناس اللي حصلت على لجوء في قوانين في دول أخرى أوروبية يعني مثل اليونان مثلا عبتحدثوا عن هالفئة الناس اللي عبتحصل على اللجوء في اليونان ومع ذلك عبتكمل سفر إلى أوروبا الغربية يعني مرة أخرى عن من هو حصل على اللجوء مفروض ببلده وحصل على الحماية هناك وكل الأشياء يعني إذن حدول الناس كمان عبتم الإشارة لقلهم وألمانيا عبتوضح أنه لا نريد تكرار لعام 2015 وهالموضوع تحديدا السياسيين الألمانيا عبتهم في المهربين بنشر هذه الإشاعات إذن هذه النقطة كمان كتير خطيرة يعني نشر الإشاعات هو شيء مخيف تلعب بعصاب الناس هو شيء مخيف عبتقول أنه من المتوقع أنه المهربين هن اللي يطلقوا هذه الإشارات يعني لكي يستطيعوا يكسروا الحدود ويفتحوها مرة أخرى لحتى يطالعوا مصاري من تهريب البشر إلى أوروبا إذن هدفهم هو ربح يبحث والسياسيين الألمان عبقولوا أنه نحن نراقب الوضع عن كسب أيضا لنشوف التطورات الحاصلة وعب يخمنوا أن المهربين هن السبب ينشر هذه الإشاعات كل فترة تطلع إشاعات بالنسبة للناس الموجودين يحدث السياسيين الألمان أقول الناس الموجودين في اليونان والناس الموجودين في تركيا حتى إذن هؤلاء الناس المطورة بصين بفرصة لأوروبا الغربية طبعا الحكومة الألمانية تراقب الوضع عن كسب وعب تراقب الإجراءات اللازمة المياني مشان يمنعوا تكرار عام 2015 حبيت أحدكم في صورة الأحداث يعني تجاري في ألمانيا حول هالموضوع الناس باهتم بهالموضية طبعا التفاصيل موجودة أكتر على الصحف الألمانية فيكن تقرؤ الصحف الألمانية الرئيسية باللغة الألمانية وتطلعوا على تفاصيل أكتر تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته